ليه خد نجم المباراة؟ مين بقى؟ أحمد الشناوي أحمد الشناوي طبعا أحمد الشناوي ليه خد نجم المباراة كريمة؟ ناس كتير استغربت وأنا منهم قبل ما أفكر كده الثواني يعني طبعا اللي إحنا شرحنا ده أي حد بيتفرج علينا طبعا ده نجم المباراة مفيش شك ده نجم الموسم آه مفيش شك آه أنا ما أقولك عامل دكوره ده نجم الموسم مفيش شك بلاتي توري هو بصراحة أقولك حاجة في بلاتي توري قبل ما نروح لأحمد الشناوي من السنة اللي فات نتحدث عنه تحدثنا أنه عنه كثيرا طبعا وكان ملفت للنظر صح ورغم أنه هو بيلعب في نادي مش جماهيل اللي هو في بيرامدز طبعا بس هتلاقي جميع النادي الآن يتحدث عنه بشكل رائع جميع النادي الزمال كل اللي متابعين كرة القدم محللين وأعلميين أنه هو فعلا فيه لعيبة كده مش هيختلف عليها تنين هو ملفت للنظر ملفت للنظر هو النسخة الأوروبية النسخة الأوروبية في الدولة المصر اللعيب اللي بتشوفه في أوروبا هو بيعمل نفس الأدوار وبنفس الإمكانيات أنا لحد هذه اللحظة أنا مستغرب أن بلاد توري مش في أوروبا مستغرب أن بيرامدز قدر يفوز بهذه الصفقة مجانية هذا اللعب الرائع حتى هذه اللحظة أنا مستغرب بس تحية كبيرة وتسئيفة كبيرة لأي حد بيرامدز بص على بلاد توري وجابوا ليه نادي بيرامدز ده إنجاز كبير جدا هم جابوا البرامدز كنز بصراحة تفهم عكم اليوم في المية في كل نادي بتلاقي ان فيه ليه اللعيب ده موجود مش أفضل شيء بيرامدز عنده نفس الأمر طبعا بيرامدز عنده عنده بلاتي توري عنده وليدي الكارتي عنده الشيبي لعبها كويسة فخر لعب كويس فخر لعب كويس لكن لما اجا اتكلم على بلاتي توري في وجهة نظري هو أفضل المحترفين اللي موجودين برغم عشان أقول برضو هذه المباراة قدم مردود خرافي لكن مباراة تاني قدم مباراة جيدة لكن مش بنفس المردود عشان يكون متصقين مع نفسنا لكنه بس الحد اللي قالنا بتاعه 7 من 10 يعني ما ينزلش عن كده نتفق معك وفي حاجة هنشرح يا رب نلحقها عن الاندكس أو ترتيب المحترفين طبقا للمعدلات أو الوظائف بتاع كل مركز هنشرح ترتيبه مش قدام قوي لأن بدايته في الموسم مع تاكيس ما كانش بيعتمد عليه في البلد اوب بشكل كبير وكان بيعتمد أكتر على الكارتي وعلى عبدالله فده كان مقل شوية من أرقامه هتأخذ الأرقام دي في وجود في وجود جامي باشيكو لا هتطلع كتير جدا جدا هنشرحها ده اللعيبة يا كريم بتاعة المعدلات يمكن الرقم بس بتاع بريماتوري ده كان قبل المباراة بعد المباراة هو بقى 214 بالتساوي مع أحمد بالحاج لعب أسوال في المركز التامي يمكن الرقم بس بتاع بريماتوري بعد المباراة اتعدل لكنه بص ترتيبه كان بعيد ترتيبه كان بعيد تبقى للإنستات إندكس للعيبة اللعيبة الأولاني هو علي معلول اتنين أليود يونج الثالث جوزيف نجويم الرابع الوحيد من الزمالك هو حمزة المسلوسي الخامس وليد الكارتي ونكمل عشان يعني ما ناخدش وقت طويل فيه لأسماء عبدالرحيم دغموم إلياس جلاصي عبدالكبير الوادي أحمد بالحاج وتبقى طبعا الأرقام ديوش نازل فيها المباراة مباراة الزمالك وبيراميدز يطلع وراء أحمد بالحاج أو بالتساوي مع أحمد بالحاج هو اللعيب المهم جدا بريماتوري فتيجي تبص الكريب على الترتيب هتلاقي أنه في القائمة الأولانية في العشر الأوائل فيه تنين لعيبة من نادي الأهلي أليود يونج وعلي معلول وفيه تنين لعيبة من بيراميدز هو برونسافيو كمان برونسافيو موجود لكنه هيتراجع مركز بعد دخول برايما بلاتي تورين هاي ترجمة نانسي قنقر